السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعلن عن العشر الفائزين في اداة سعاد صالح. طبعا زي ما انتو عارفين كان هم عشرين حساب وزعت عشر حسابات على حساب التك توك. تمام? الناس اللي بتخش على حساب التك توك. وعشر حسابات هنعملهم في القناة هنا علشان الناس اللي هي اه التك توك عندها محظور. تمام? طبعا يا شباب الناس اه اللي هي متابعين على التك توك في مسابقات جاية كتير. فانا هسيب لك رابط حساب التك توك تحت دي الفيديو. علشان تخش وتعمل متابعة والتابع البس المباشر. علشان بعمل مسابقات كتير. وطبعا اه فرصتك في الفوز هتبقى اكتر لما تخش على حساب التك توك غير اليوتيوب طبعا اه عشان احنا بنعمل قرعة من خلال التعليقات. تمام? فالناس اللي بتتبعني اه طبعا بيكسبوا معي على طول. اه والناس برضو بتتبعني على اليوتيوب برضو من خلال القرعة هتكسب برضو على طول طالما بتابعوا المحتوى بتاعي. تمام? طبعا زي ما تشوفين كده هنعمل قر زي ما احنا متعودين من خلال الموقع. وهيبدأ يعمل جرد للتعليقات. ونشوف مين الاكسب معنا من العشرة. تمام? طبعا اول حاجة هنعملها اللي احنا هنخش على الفيديو الخاص بالمسابقة. وننسخ رابط الفيديو. تمام? اهو. هنبدأ نخش على الصفحة الشخصية بتاعتي. الحساب اليوتيوب اهو. هنلاقي الفيديوهات بتاعتي. ده الفيديو المسابقة اهو. طبعا التفعيل لمدة ست شهور. انا اخدت عشرين حساب مقابل التفعيل هيبقى ست شهور. طبعا الاداة محترمة جدا وكل الناس عارفة الاداة دي. تمام? طبعا تعليقات كتيرة هي. لو في تعليقات متكررة هو البرنامج بيشيلها. الموقع يعني. هنبدأ ننسخ الرابط من هنا. اهو. وبعدك نخش على الموقع الخاص بالقرعة. كليك كيمين. ونضيفه هنا. هنضغط هنا كده عشان يعمل زي جرد للتعليقات. اهو. او تصفية للتعليقات يعني. تمام. يخلص معنا. هنبدأ نضغط على المتسابقين. هنضغط دلوقتي ونشوف مين ساعة الحظ او اول واحد يكسب معنا ان شاء الله. هنضغط هنا كده. بسم الله. اول فايز معنا. نشوف الفايز التاني. ده الفايز التاني. نشوف الفايز التالت. ده الفايز التالت. الفايز الرابع. ده الفايز الرابع. الفايز الخامس. ده الفايز الخامس الفايز السادس ده الفايز السادس الفايز السابع الفايز السابع الفايز الثامن الفايز التاسع ألف مبروك آخر الفايز معنا الفايز العشر ده اخر فايز معنا طبعا الف مبروك ليهم وطبعا عشان ناس تبقى عارفة لو انت انفعل حساب من عندي قبل كده يعني اداة سعيد قبل كده انت وهي شغالة معك فعلا يعني مدتها شغالة معك مش هينفع اه افعال لك الاداء هدي لحد محتاج من اخر كده يعني دلوقتي الناس اللي دخلت في المسابقة دي والعشرة اللي كذبه معنا تمام ان كان بقى على التيك توك او اي حساب مهما كان انا كنت مفعلك مسلا اداة سعيد قبل كده فم سبقى والاداء لسه شغالة يعني ما انتهتش لو شغالة معاك مش هفعلك البرنامج هفعل الحد تاني تمام ناس محتاجة بس لو انت المدة انتهت انا بعرف طبعا بافعلك تاني مافيش مشكلة ان كان بقى اداة سعيد صالح ان كان الا assure Hojeم اي اداة مهما كانت انت كنت مفعل قبل كده ودخلتم سبقى او كسيفته تاني مفعاش فعلك التاني فيه ناس محتاجة اولى منك اللي هي ايه اه اتفعل اداء يعني تمام طبعا ده اه اخر المسابقة تمام والناس كزبت اه على حساب التك توك عشر حسابات زي ما انا قلت فرصتك اكتر على حساب التك توك في البس المباشر وفرصتك هنا عن طريق القرعة زي ما احنا متعودين من خلال الموقع من خلال التعليقات تمام طبعا الناس ما تزاعدش لو ما كزبوش المرة دي في مسابقات جاية ان شاء الله بازن الله بس حاول تتابع المحتوى بتاعي وتتابع حساب التك توك على طول اه عشان فرصتك اه في الفوز تبقى اكتر والناس اللي هي قديمة في حساب التك توك يا ريتي تابعونا على اه اه قصدي الناس اللي متابعانا على حساب اليوتيوب الناس القديمة يخش على حساب التك توك علشان فرصتهم هتبقى اكتر عشان عايز ادعمهم تمام عشان الناس دي بتتابع المحتوى بقى لا فترة كبيرة عندي تمام اه طبعا زي ما انا قلت كده يا جماعة الناس اللي كسبت قبل كالحساب ومش محتاج الحساب بتوصل معي واتنزل للحساب والشخص محتاج عشان الناس كتير بتكلم تمام والناس ما تسعالش لو مكسبتش المرة تكسب معي المرة الجاية بازن الله طبعا لو عاجبك الشرح بتاعي بتنساش تعمل شارك القناة وتفعل زر الجرس واعمل شاء الله صاحبك عشان غيرك تستفاد وانساش تدعمه باللايك لو عجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.